هذا ويطلع الحرس الوطني بمهام وطنية كبيرة حيث يمثل قوة عسكرية نظامية مسلحة تشكل عنقا عسكريا لقوة دفاع البحرين ودرعا أمنيا لقوات الأمن العام في الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على أمنه وسلامة أراضيه منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة سدة الحكم وهو يولي اهتماما بالغا في تطوير الحرس الوطني فهذه القوة العسكرية التي تعد إحدى أبرز المؤسسات الوطنية في المملكة والتي تتسم بدرجة عالية من الكفاءة والجهزية القتالية والقدر على تنفيذها بكل كفاءة واقتدار متعاونة مع الأجهزة الأخرى ولا شك أن هذا النجاح الذي حققته هذه المؤسسة العسكرية كان بفضل الرعاية والاهتمام من لدن جلالة الملك المفدة القائد الأعلى والتي كان لها الأثر الإيجابي في جعل الحرس صرحا عسكريا يسهم في توفير الأمن والاستقرار وصون مكتسبات الوطن وحفظ أمنه وأمن المواطنين وقد كان للحرس الوطني دور تاريخي لن ينسى وسيظل يسجله التاريخ بحروف من نور لكافة قادته ومنتسبيه خلال مراحل تطور البلاد المختلفة ويعد التدريب من الركائز الأساسية التي تبنى عليها استراتيجية تطوير قوات الحرس الوطني ويهدف إلى تطوير قدراتها التخطيطية وتلمية مهارات الضباط وضباط الصف والأفراد في جميع تخصصاتهم القائد الأعلى على توجيه ومتابعة هذه البرامج التي لها دور أساسي وفاعل في رفع الروح المعنوية لعناصر الوحدات والتشكيلات وغرس قواعد الضبط والربط العسكري بينها كما يحرص الحرس الوطني على تدعيم علاقات التعاون مع الدول الخليجية من خلال تكثيف الزيارات والمشاركة في التدريبات والمناورات العسكرية بهدف إبراز القوة القتالية للدول المشاركة في بيئة عمليات مشتركة وقد عمل الحرس الوطني على تفعيل دوره الإنساني إلى جانب واجباته العسكرية وذلك في إطار المسئولية والشراكة المجتمعية التي يحرص على تفعيلها بالتعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات في البحرين إن الحرس الوطني كان وسيظل إحدى أبرز المؤسسات الوطنية القادرة على حماية الوطن ولن تثنيهم الظروف ولا الصعاب في أداء مهامهم الوطنية وستظل مملكة البحرين بلدا آملا بأهلها ما دام رجالها البواسل ينهضون برسالتهم ويفون العهد وستظل البحرين واحة أمن واستقرار بفضل من الله تعالى ثم بقيادة جلالة الملك المفدى القائد الأعلى